سأنتقل بكم كي أحدثكم عن المفيد حدثتكم عن أول مرجع عند الشيعة إنه المرجع اللص الحرامي ابن الجنيت هذا المرجع الفاجر الكاذب المفتري الذي أسس المرجعية الشيعية على اللصوصية والسرقة يسرق من الشيعة باسم صاحب الزمان مثل ما يفعل المراجع المعاصرون لصوص سراق يسرقون الشيعة باسم صاحب الزمان البرنامج هو البرنامج أما برنامج إمام زماننا فقد ترك جانبا ولذا فإن الأئمة وصفوا الشيعة في هذه الأجواء بأنهم قتلت الحسين في آخر الزمان يزورون قبره ويتشافون بتربته وينتحلون مودتنا مودة أهل البيت كما يقول إمامنا الرضا ثم يلعنهم الإمام يزورون قبر الحسين يتشافون بتربته ينتحلون مودتنا ينتحلون ولايتنا يعتقدون بها ولكنهم ليسوا منا ذهبوا في اتجاه آخر صنعوا لهم طريقا بعيدا عن السلف الصالح مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسحا ما هي ميزة السلف الصالح ميزة السلف الصالح التمسك ببيعة الغدير ومضمونها وماذا بعد التسليم لمحمد وآل محمد في كل شيء التسليم في أمور الدين وفي أمور الدنيا يأخذون القرآن منهم يأخذون العقائد منهم يأخذون أحكام الدين منهم يأخذون المعرفة والثقافة منهم يجعلون حياتهم منوطة بما يريدون فمعكم معكم لا مع غيركم هكذا نخاطبهم وهكذا كان السلف الصالح يخاطب الأئمة صلوات الله عليهم فمعكم معكم لا مع غيركم أما ابن الجنيد هذا الحرام الفاجر الكذاب هذا المحتال هذا وأمثاله من مراجع اليوم هؤلاء هم الذين يقول عنهم إمام زماننا مذ جنح كثير منكم من مراجع الشيعة إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسع ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون كما يقول السيستاني من أن قضية الخلافة بعد رسول الله لا مبررة أن تطرح في هذا الزمان لأنها ما هي بمحل ابتلاء في زماننا هذا ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هذه هي الحقيقة الواضحة والمشرقة فيما بيننا بعد أن حدثتكم عن المرجع الحرامي سأنتقل بكم إلى المرجع التائب الذي تاب ورجع إلى أحضان إمام زمانه إنه المفيد المفيد إذا ذهبنا إلى رسالته المقنعة وهذه رسالته المقنعة بين يدي طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة هذه الرسالة العملية التي كان قد قدمها المفيد للشيعة كي يعملوا بها الشيخ المفيد ولد سنة ثلاثمائة وستة وثلاثين وفي بعض الكتب يقولون ثلاثمائة وثمانية وثلاثين للذين أرخوا له الفارق ليس بعيدا ثلاثمائة وستة وثلاثين ثلاثمائة وثمانية وثلاثين الفارق ليس بعيدا متى انتهت الغيبة الأولى ثلاثمائة و تسعة وعشرين ولد بعد انتهاء الغيبة الأولى بسنوات قليلة انتهت الغيبة الأولى سنة ثلاثمائة و تسعة وعشرين للهجرة وولد المفيد سنة ثلاثمائة وستة وثلاثين المفيد لا بد ان احدثكم عن شخصيته بالاجمال هناك صور ليست حقيقية رسمتها الحوزة الطوسية في اذهان الشيعة هذا الكلام لم يأتي جزافا وانما من دراسة تأريخ المفيد ومن دراسة كل كتبه المفيد يمكنني ان اقول عنه بانه مؤرخ من الدرجة الثانية فعنده اطلاع واسع في التأريخ وهذا واضح في كل كتبه اتحدث عن تأريخ العربي والمسلمين المفيد مؤرخ من الدرجة الثانية قطعا انني لا اضعه بجانب الطبر مثلا المؤرخ المعروف فهو دون الطبر بكثير لكنه مؤرخ جيد وعنده اطلاع واسع في التأريخ خصوصا فيما يرتبط بالتأريخ الشيعي فالمفيد يمكنني ان اقول عنه بانه مؤرخ جيد من الدرجة الثانية هذا الكلام بامكاني ان اثبته من خلال الكتب وسأثبت لكم هذه الحقاق ليس مهما عندي ان اثبت ان المفيد مؤرخ او انه ليس كذلك سأثبت لكم شيئا اهم اذا المفيد مؤرخ جيد من الدرجة الثانية المفيد نابغة لا يشق له غبار في علم الكلام المعتزلي في ثقافة اهل البيت لا يوجد شيء اسمه علم الكلام صحيح ان الامة وجهوا اصحابهم ان يتعلموا علم الكلام الذي عند النواصب لاجل النقاش والجدال وإلا فان علم الكلام علم ملعون في ثقافة العترة الطاهرة يقود الى الضلال الذي يأخذ عقيدته من علم الكلام كما تفعل حوزة النجف انه يأخذ عقيدته من منابع الضلال من عيون الضلال علم الكلام مرفوض بالكامل في ثقافة العترة الطاهرة لكن الامة وجهوا بعض اصحابهم وعرفوا بانهم نبغوا في علم الكلام لاجل النقاش والجدال مع الاتجاهات الاخرى مع المجموعات الضال وليس ان يأخذوا عقيدتهم من علم الكلام الناصبي القذر هذا علم نشأ في أوساط النواصب لا علاقة لأهل البيت به لا من قريب ولا من بعيد المفيد نابغة في هذا المجال وخصوصا في علم الكلام المعتزلي المفيد رجل معتزلي صحيح صحيح هو شيعي من جهة الانتساب الأسري أبوه كان معلما يعلم الأطفال في الكتاتيب وعاش المفيد في بيئة ناصبية أتعلمون أن المفيد تكريتي من تكريت المفيد من تكريت ماذا تقرؤون في نسبه ماذا يقولون حين يقولون عن الشيخ المفيد يقولون العكبري البغدادي العكبري يعني التكريتي عكبرا منطقة ما بين منطقة الدجال الآن في زماننا وبين تكريت من مناطق تكريت المفيد المفيد نشأ في منطقة الناصبية وأبوه كان يعلم أولاد النواصب وتعلم معهم المفيد وبعد ذلك انتقل إلى المدارس المتوفرة في منطقته وهي مدارس معتزلية لأنها تابعة للحكومة العباسية ولذا حين انتقل إلى بغداد ذهب إلى المعتزلة وبقي ينتقل من عالم معتزلي إلى عالم معتزلي آخر والذي لقبه بالمفيد المعتزل لقبوه لأنه نبغ في علمهم الكلامي وهناك حادثة معروفة بسببها لقب الرماني عالم الكلام المعتزلي لقب محمد ابن محمد ابن النعمان لقبه بالمفيد المفيد هذا هو اسمه محمد ابن محمد ابن النعمان والمعروف أن نسبه يعود إلى سعيد ابن جبير فالمفيد هو محمد ابن محمد ابن النعمان العكبر يعني التكريتي البغدادي هذا هو لقبه وهذا هو نسبه هو شيعي بالاسم لكنه معتزلي كتبه دالة على ذلك كتبه مشحونة من أولها إلى آخرها بالفكر المعتزلي حينما سنصل للحديث عن علم الأصول سأحدثكم عن الرسالة التي كتبها المفيد في علم أصول الفقه لقد كتبها في علم أصول الفقه المعتزلي كانت مخالفة لمنهج العترة الطاهرة وسأعرضها لكم وسأبين لكم الحقائق هذا الذي يتحدث به علماه النجف من أن المفيد كتب رسالة في علم أصول الفقه كتبها بنحو هزيل جدا وفقا لعلم الأصول المعتزلي لعلم أصول الفقه المعتزلي وقد أخذ المضامين من كتبهم من كتب المعتزلة سأقرأها عليكم سأعرض عليكم الحقائق لكن أصبروا علي قلت لكم هذا البرنامج خطير خطير والتحقيق فيه تحقيق هائل والمعلومات كثيرة وكثيرة وكثيرة جدا كل هذا سأضعه بين أيديكم لكن أصبروا علي وتابعوا البث المباشر وتابعوا الإعادات أعود إلى المفيد المفيد مؤرخ من الدرجة الثانية مؤرخ جيد مطلع على تأريخ العربي والتأريخ الإسلامي وخصوصا ما يرتبط بالتأريخ الشيحي هذا واضح في كل كتبه لكنه ليس من مؤرخي الدرجة الأولى في علم الكلام المعتزل نابغة نابغة لا يشق له غبار بحدود علم الكلام المعتزل وهذه هي شهرته المفيد موسوعة في المسائل الخلافية موسوعة موسوعة بتمام معنى الكلمة في المسائل الخلافية في المسائل الخلافية فيما بين الشيعة والسنة في الجانب العقائدي وفي الجانب الفقهي وكذلك هو مطلع على المسائل الخلافية في الجانب العقائدي وفي الجانب الفقهي فيما يرتبط بالمذاهب السنية المفيد موسوعة في المسائل الخلافية لكنه في الفقه بالنسبة لي لا أصنفه حتى في الدرجة الثانية في أعلى ما يمكن أن يصنف أن يصنف في الدرجة الثانية في الفقه هو في الدرجة الثالثة ما كتبه في الفقه وخصوصا في المقنعة يشير إلى هذا وسأضرب لكم مثالا يرتبط بموضوع الخمس وحتى في بقية المسائل التي ذكرت في هذا الكتاب في التفسير ليس له من حظ في التفسير في حديث العترة المفيد يعاني جهلا واضحا في الإطلاع على حديث العترة يعاني جهلا واضحا وهذا ما سأثبته لكم سأثبت لكم من أن المفيد يعاني جهلا واضحا وفضيعا في ثقافة العترة الطاهرة من كتبه من كتبه وبشكل مباشر قطعا الوقت لا يكفي في هذه الحلقة سأترك هذا الأمر إلى حلقة يوم غد لكنني سأقرأ عليكم من رسالته العملية المقنعة التي جعلها دستور عمل عند الشيعة الذين يقلدونه ويقدسونه صفحة ميتين وخمسة واثماني لاحظوا كيف يتحدث مع عوام الشيعة عن حكم الخمس في زمانه وقد اختلف قوم من أصحابنا في ذلك عند الغيبة وقد اختلف قوم من أصحابنا في ذلك عند الغيبة وذهب كل فريق منهم فيه إلى مقال هذا القول الأول فمنهم من يسقط فرض إخراجه لغيبة الإمام وما تقدم من الرخص فيه من الأخبار هو لم يشر إلى التوقيع الشريف وإنما أشار إلى روايات التحليل التي شرحتها لكم وبينتها لكم من أنها في الأعم الأغلب تتناول الملاكة الغيبي ما يرتبط بالأمر الأخروي وليس بالأمر الدنيوي في الأعم الأغلب لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم وهذا هو كلام الذين أسقطوا وجوب الخمس لم يعتمد على التوقيع الشريف بينما تلك الأحاديث لا علاقة لها بحكم الخمس في زمان الغيبة في الجانب الدنيوي في الجانب الأخروي نعم ولكن في الجانب الدنيوي كلامنا نحن عن حكم الخمس في الجانب الدنيوي هل الشيعة تدفع الأخماس أو لا إباحة الخمس في زمان الغيبة لم ترد إلا في التوقيع الشريف بشكل واضح وهذا أدل دليل على جهل هؤلاء وعلى جهل المفيد بحديث العترة أين هو التوقيع الشريف إما أن يكون التوقيع الشريف قد ضيع في تلك الفترة أو أنهم يجهلون وجود هذا التوقيع فمنهم من يسقط فرض إخراجه لغيبة الإمام ولم يقول لأن الإمام أمر بهذا لأن الإمام غاب لغيبة الإمام وما تقدم من الرخص فيه من الأخبار من روايات التحليل هذا قول وهذا القول ذهب إليه قليل وما هو بقول سليم استند إلى دليل لا يدل على الذي قالوا به لم ينتزموا بالتوقيع الشريف إما أن التوقيع قد ضيع بقصد وإما أنهم يجهلون وجوده فما جاءوا به من استدلال هو استدلال أخرق وبعضهم يوجب كنزه أن يدفن وتناول خبرا ورد أن الأرض تظهر كنوزها عند ظهور القائم مهدي الأنام وأنه عليه السلام إذا قام دله الله سبحانه وتعالى على الكنوز فيأخذها من كل مكان وهذا هراف القول الكنوز التي تحدثت عنها الروايات المعادن الجواهر مثلما النفط غير حياة العالم هناك معادن أخرى ستغير حياة العالم بنحو يكون أعظم وأعظم من التغيير الذي كان بسبب اكتشاف النفط وتصنيعه لأن الأحاديث تخبرنا من أن الأرض ستخرج أفلاذ أكبادها ستخرج من المعادن مما هو في أعماق بعيدة النفط ما هو في عمق بعيد عن سطح الأرض الروايات تتحدث عن أفلاذ الأكباد أفلاذ الأكباد يعني في أعماق أعماق الأرض أما النفط فهو قريب من سطح الأرض إذن القول الأول بإباحة الخمس بسبب غيبة الإمام وبسبب نصوص التحليل ولا هذا ولا هذا يكون دليلا صحيحا في المقام أية فقاهة هذه وهو لم يشكل عليهم لأنه وجد دليلهم صحيحا بالنسبة إليهم وإن كان لم يلتزم هو به المجموعة الثانية ترى أن يدفن الخمس في الأرض مستندين إلى هذه الروايات من أن الأرض ستخرج كنوزها عند ظهور القائم أية عقول هذه وأي فهم للنصوص هؤلاء هم راجع الشيعة هؤلاء ثيران 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 بتمام معنى الكلمة المجموعة الأولى لا تفقه شيئا والمجموعة الثانية لا تفقه شيئا وبعضهم يرى صلة الذرية الذرية العلوية وبعضهم يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة على طريق الاستحباب استحبابا وليس واجبا من أين جاءوا بهذا الاستحباب صاحب الخمس هو الإمام ماذا قال الإمام لماذا لا تسألون عن قول الإمام ألا تلاحظون أن مراجع الشيعة في حالة عبث منذ بداية عصر الغيبة الكبرى وبعضهم يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة على طريق الاستحباب المفيد يعلق يقول وَلَسْتُ أَدْفَعُ قُرْبَ هذا القول من الصواب أنا لا أقول من أن القول هذا ليس صائبا ولست أدفع قرب هذا القول من الصواب هذا القول لا أستطيع أن أقول من أنه ليس صوابا إذن الرأي الأول الإباحة ولكن فقه الإباحة ما هو بفقه سديد لغيبة الإمام ولنصوص الترخيص والتحليل والتي هي إما أن تتحدث عن ترخيص يرتبط بالملاك الأخروي أو عن ترخيص يرتبط بعصر الحضور لا علاقة له بعصر الغيبة وقرأت هذه النصوص عليكم في الحلقات المتقدمة القول الثاني دفن الخمس القول الثالث استحبابا يعطى للهاشميين وفقراء الشيعة يعني أن شطر الهاشميين للهاشميين بحسب ما يقسم مراجع الشيعة وإلا فلا يوجد شطر للهاشميين الخمس كله للإمام ولكن بحسب ما عندهم شطر الهاشميين للهاشميين وشطر الإمام لفقراء الشيعة على نحو الاستحباب ما هو الدليل لا يوجد دليل من أفتى بغير علم أكبه الله على من خريه في نار جهنم عبثية لا زالت إلى يومنا هذا هذه هي مرجعية الشيعة ما بين لصوص وما بين جهال حمير وما بين عابثين بالأحكام أنا أقرأ عليكم من المقنعة الرسالة العملية للشيخ المفيد وبعضهم حينما يقول وبعضهم هو لا يتحدث عن الخياطين أو عن القصابين إنه يتحدث عن الفقهاء الذين يقالوا لهم فقهاء ولا هم بفقهاء هؤلاء حمير حمير بتمام معنى الكلمة أنا لا أضحك على نفسي ولا أريد أن أضحك عليكم تستغربون من هذه الأوصال أنا أول شخص يتحدث بهذه اللغة وبهذه الطريقة عن كبار فقهاء الشيعة ما هم بكبار هؤلاء حقراء جهال لا يفقهون شيئا وهذه الأدلة بين أيديكم لا أريد أن أضحك على نفسي ولا أريد أن أضحك عليكم ولا أريد أن أضحك على الأجيال القادمة إذا لم يظهر الإمام وبقي مثل هذا الكلام تنتفع منه الأجيال القادمة لا أريد أن أضحك على أحد هذه الحقائق بين أيديكم واضحة وبعضهم هذا قول رابع وبعضهم يرى عزله لصاحب الأمر عليه السلام فإن فإن خشي إدراك المنية قبل ظهوره وصى به إلى من يثق به في عقله وديانته مثل ما وصى ابن الجنيد بسيف بسيف الإمام وأموال الإمام إلى جاريته هؤلاء هم راجع الشيعة طيح اللحظ وبعضهم يرى عزله لصاحب الأمر عليه السلام فإن خشي إدراك المنية قبل ظهوره وصى به إلى من يثق به في عقله وديانته ليسلمه إلى الإمام عليه السلام إن أدرك قيامه وإلا وصى به إلى من يقوم مقامه في الثقة والديانة وهم كنهم حرامين كنهم حرامين ثم على هذا الشرط إلى أن يظهر إمام الزمان عليه السلام المفيد يقول وهذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم هذا هو رأي المفيد أن الخمسة يُعزل لصاحب الأمر يُعزل ويبقى عند الشخص إذا أحس بالموت فإنه يُوصي به إلى ثقة كي إذا ما أدرك الإمام يقوم بتسليم الخمس وإذا خشي من إدراك المنية هذا أيضا وصى به إلى ثقة آخر إلى زمن الظهور أي هراء هذا ثم أنت يا أيها المفيد من أين جئت بهذا الكلام هل تملك دليلا أن الإمام الحجة سيظهر بعد عشر سنوات إذا استمر الزمان فماذا يُصنع بهذه الأموال ستسرق ستسرق وهذا هو الذي جرى ولا زال يجري وهذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم لماذا يا أيها المفيد يقول لأن الخمسة حق وجب لغائب لم يرسم فيه قبل غيبته رسما يجب الانتهاء إليه فوجب حفظه عليه إلى وقت إيابه أو التمكن من إيصاله إليه أو وجود من انتقل بالحق إليه هذا القول الرابع وكما يقول المفيد وهذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم ثم يقول وإن ذهب ذاهب إلى صنع ما وصفناه في شطر الخمس الذي هو حق خالص للإمام عليه السلام وجعل الشطر الآخر في يتام آل الرسول عليهم السلام وأبناء سبيلهم ومساكينهم على ما جاء في القرآن لم تبعد إصابته الحق في ذلك بل كان على صواب الرأي الخامس أن يشطر الخمس إلى شطرين حق الإمام يعزل ويحفظ وهكذا ينقل من ثقة إلى ثقة إلى زمن الظهور وحق الهاشميين يصرف فيهم يقول لو ذهب ذاهب إلى هذا كان على صواب إذن ماذا يفعل عوام الشيعة مع هذه الأقوال هذه حيرة مفيد لماذا لقلة اطلاعه على حديث أهل البيت لو كان مطلعا على حديث أهل البيت لو كان متفقها في حديث العترة لما وقع في هذه الحيرة ثم ماذا يقول وإنما اختلف أصحابنا في هذا الباب لماذا لعدم ما يلجأ إليه فيه من صريح الألفاظ لا توجد نصوص إذن على أي أساس شرعتم هذه تشريعات من دون نصوص من لسانه هو الذي يقول وإنما اختلف أصحابنا في هذا الباب وهو من بينهم لعدم ما يلجأ إليه فيه في الخمس زمان الغيبة من صريح الألفاظ وإنما عدم ذلك لموضع تغليض المحنة هذا كذب الإمام الإمام الحجة بيّن حكم الخمس ولكنكم إما أن تكونوا أغبياء وإما أن تتغابوا وإما أن أحدا صنع الغباء في رؤوسكم فصناعة الغباء بدأت مع أول مرجع من مراجع الشيعة مع ابن الجنيد أستاذ المفيد صحيح أن المفيد يعترض على ابن الجنيد لكنه تعلم عنده مثل ما أخذ من المعتزلة هو يعترض على المعتزلة ولكنه تأثر بهم فهو تعلم عند ابن الجنيد تأثر به أيضا هذا هو واقع المرجعية الشيعية في بداية تأسيسها هذا المفيد ما هو بمفيد فإنه ما أفادنا بشيء هو محتار ووضع الشيعة في حيرة هذه حيرة نحن الآن لا ندري ما هو رأي المفيد فتارة يقول من أن وضع الخمس لإنفاقه في صلة الذرية العلوية وفقراء الشيعة استحبابا يقول هذا القول لا أستطيع أن أقول عنه بأنه بعيد عن الصواب هذا قول قريب من الصواب وأخرى يقول بعزله بعزله بالكامل ويبقى موجودا عند الإنسان إلى أن يخاف الموت حينئذ يوصي به إلى ثقة وهكذا حتى يصل الخمس إلى صاحب الأمر وهذا كلام مجاني كلام مجاني الحل واضح وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعله منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا هو صاحب الخمس هو صاحب الخمس الحل واضح حيرة المفيد وحيرة مراجع الشيعة طيلة عصر الغيبة الكبرى في الإفتاء بحكم الخمس أدل دليل على صحة التوقيع وأدل دليل على ضلال مراجع الشيعة وأدل دليل على أنهم ليسوا فقهاء هؤلاء لا يمنحون الشيعية فقهان هذه حيرة ثم بعد ذلك يعود فيقول إذا عزل حصة الإمام وأما حصة الهاشميين توزع بينهم يقول إذا ذهب ذاهب إلى هذا الرأي كان على صواب إذن الصواب أين الصواب أين هذه حيرة في حيرة فاقد الوضوح لا يمكن أن يمنحنا الوضوح هذا المرجع حائر وهذه الحيرة واضحة عليه وواضحة على الباقي وقت الحلقة صار طويلا سأعود غدا كي أحدثكم عن هذا المرجع الحائر والذي حير الشيعة وحير نحن لا نعرف ما هي فتوى فمن أين تأخذ الشيعة فتاواها وأحكامها هؤلاء ما هم رواة الحديث الإمام أرجع الشيعة إلى رواة الحديث هؤلاء ما هم رواة الحديث المفيد في آخر عمره يمكن أن أصفه براوية الحديث وسيأتينا هذا الكلام تباعا في السنوات الأخيرة فقط من عمره حينما صار مرضيا عند إمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه